السلام عليكم أسعد الله وقاتكم وكل خير أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في فيديو جديد من قناة سولانا تحدث اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو حول أفضل خمسة الواحة شمسية من حيث الكفاءة للعام 2024 هناك عدة معايير للمقارنة ما بين الواحة الشمسية من حيث الجودة والكفاءة من حيث القدرة الكهربائية ومن حيث المساحة وعوامل أخرى من حيث ملأمتها لدرجة الحرارة ومن حيث أيضاً التراجع في الأداء السنوي وأيضاً القدرة الإضافية أو البورة الإضافية التي تضيفها أو التي ممكن أن تنتجها هذه الألواح هذه عدة أمور نستطيع أن نحكم على الألواح من خلالها أو نقارن ما بين الألواح من خلالها عندي قائمة بخمسة الواحة أعتبرها أفضل خمسة الواح للعام 2024 من حيث الكفاءة هذه الألواح طبعاً تعتبر كمرشل سولار بنلز أي ألواح ذات طابع أو موجهة للمشاريع التجارية والصناعية وليس تحديداً للمشاريع السكنية لأن في العادة المشاريع السكنية تصنع لها أو تخصص لها الألواح الأقل القدرة والأقل المساحة الألواح الشمسية أو شركات تصنيع الألواح الشمسية مؤخراً بدأت بالاتجاه نحو تطوير وتصنيع ألواح شمسية ذات قدرات أكبر ومساحة أكبر دون التقدم كثيراً في مسألة الكفاءة وعندما لا تتقدم في مسألة الكفاءة فأنت بالتالي بتزيد مساحة اللوح وتزيد قدرتها وهذه الألواح ذات المساحة الكبيرة تصبح مشكلة نوعاً ما عندما تتعلق أو عندما نستخدمها للمشاريع السكنية الصغيرة لأنها تتطلب تثبيت معقد نوعاً ما وتتطلب تعامل من نوع آخر ليس كالمعتاد فيما يتعلق بالتثبيت والتوصيل وبالتالي تعتبر للمشاريع الكبيرة والمشاريع التجارية لأنها تضيف قيمة حقيقية وتوفر تكاليف كبيرة عندما نستخدمها للمشاريع الكبيرة إذن لدي قائمة بخمسة ألواح هذه الخمسة الألواح لشركات كبرى هذه الشركات تصنفها بلومبرق ضمن تير 1 تصنيف تير 1 هذا تصنيف يصدر كل ربع سنة للألواح الشمسية هناك شركات دائماً ما تتصدر القائمة في هذا التصنيف وهناك شركات تدخل وتخرج منه وهكذا إذن هذا التصنيف يصنف الألواح الشمسية يصنف مصنعية الألواح الشمسية من ناحية البانكابلتي أو القدرات المالية هو إمكانية الشركة وإمكانية استقرارها الاستقرار المالي لهذه الشركات بحيث يحكم عليها المستثمر أو صاحب المشروع من ناحية استمراريتها وقدرة على أنها تغطي الضمان الألواح الشمسية شركات تعطي ضمان يمتد لـ 25 سنة على أداء الألواح فإذا كانت الشركة بتغلق بعد سنة أو سنتين فلا معنى لهذا الضمان فمن المهم جداً أن ننظر إلى مسألة البانكابلتي والاستقرار المالي للشركات المصنعة للألواح الشمسية عندما يتعلق الأمر باختيار الألواح للمشاريع الكبيرة عندما يكون المشروع كبير فنحن نتكلم عن آلاف الألواح الشمسية التي ستستخدم في هذا المشروع وبالتالي يجب أن نختار الألواح الشمسية بعناية ومن شركة موثوقة ولها سمعتها في السوق ولها أيضاً استقرارها المالي ولها احتمالياتها أنها تبقى في السوق لأطول فترة ممكنة لكن عندما يتعلق الأمر باختيار ألواح للمشروع صغير سكني فربما يكون الأمر أسهل بكثير حتى لو اخترت ألواح فاشلة أو ألواح غير أصلية أو غير ذات جودة عالية فالخسارة ليست بذلك الشيء وبإمكانك استبدالها القائمة التي لديها عندي خمسة ألواح الشمسية من خمس شركات مختلفة تعتبر من بين الأفضل في العالم فيما يتعلق بتصنيع الوح الشمسية ومن ضمن أيضاً أفضل أكبر شركات تصنيع الوح الشمسية ومثل ما ذكرت ضمن قائمة بلومبرغ لألواح التير 1 التصنيف الأول أو الدرجة الأولى للألواح الشمسية طبعاً للربع الثالث 2024 الذي صدر في شهر الثماني هناك شركات أخرى موجودة في السوق في الأسواق العربية ذات كفاءة وممتازة وموجودة في الأسواق لكنها ليست ضمن قائمة التير 1 ولذلك استبعتها وأخترت فقط خمسة ألواح الشمسية وسأذكرها الآن طبعاً هذه الألواح أولها لوح من شركة لونغي لونغي شركة لتصنيع الوح الشمسية معروفة وموجودة في الأسواق وتشحن ألواح إلى منطقتنا العربية بكميات كبيرة سنوياً ولديها لوح بقدرة 660 وات وكفاءة اللوح 24.4% وهذا أعلى كفاءة للوح في 2024 القدرة الكربائية إذن كبيرة جداً 660 وات هذا لوح كبير في قدرتها وهذه القدرات غير مسبوقة يعني قبل 3-4 سنوات لم تكن القدرة تتجاوز 500 وات الآن وصلنا إلى ما فوق 700 وات بالنسبة للمساحة مساحة اللوح العرض 1.134 متر في الطول 2.384 متر إذن مساحة مساحة كبيرة لكن القدرة أيضاً كبيرة أما بالنسبة لتقنية التصنيع لهذا اللوح N-Type كل الألواح اللي عندي في هذا القائمة من نوع N-Type تقنية التصنيع N-Type وبايفيشل وجهين من الصعب الوصول إلى مثل هذه القدرات بدون هذه التقنيات حقيقة أما بالنسبة للمعامل درجة الحرارة لللوح فيساوي سالب 0.26% لكل درجة حرارة ما معناه معامل درجة الحرارة لللوح؟ طبعاً الباور ماكس يسمى باور ماكس تيمبرتر كوفشنت معامل درجة الحرارة معناه أنه كلما زادت درجة الحرارة على اللوح أثناء التشغيل كلما يقل إنتاجه لأن اللوح عندما تزيد درجة حرارته يقلها الجهد وبالتالي تقلها القدرة المنتجة من اللوح فاللوح الشمسية يتم قياس القدرة التي تذكر على اللوح عند ظروف ميارية عند درجة حرارة 25 درجة لما تزيد درجة الحرارة عن هذا الرقم معناه بتقل القدرة عن 660 فهذا الألواح تقول لك أن الباور تيمبرتر كوفشنت يساوي 0.26 لكل درجة حرارة فالمية طبعاً إذن هذا اللوح لما يشتغل عند درجة حرارة أعلى من 25 نعرف أن قدرتها بتقل بنسبة 0.26 فالمية لكل درجة حرارة تزيادة عن 25 هذا معناه التيمبرتر كوفشنت فلما يكون كل ما يقل هذا المعامل كل ما يكون أداء اللوح أفضل في درجة الحرارة العالية مثل منبتة ناء العربية بالنسبة للقدرة الإضافية لهذا اللوح من صفر حتى ثلاثة وات لللوح فالرقم قليل ثلاثة وات لكن لو كان عندك مشروع وفيه آلاف الألواح الشمسية هذا القدرة الإضافية لها قيمتها فالألواح الشمسية شركات التصنيع كانت سابقاً تعطيك يسمى الباور تولرانس يعني أن القدرة لهذا اللوح مع زيادة أو نقص ثلاثة وات سواء موجب أو سالب يعني ممكن يزيد وممكن ينقص لكن صارت الألواح مؤخراً أنها تعطيك رقم موجب دائماً يعني الثلاثة الوات هذه مضمونة يعني ما فيش أقل من ثلاثة وات ولكن ممكن يكون أعلى بنسبة ثلاثة وات لكل اللوح هذا ما يسمى بالقدرة الإضافية أو الباور تولرانس بالنسبة للتراجع في الأداء أو الديقريديشن الألواح الشمسية خلال أول سنة تتراجع يتراجع أداها على الأقل بواحد فالمين أو حياناً أقل من واحد فالمين مؤخراً ومن ثاني سنة إلى نهاية عمرها الافتراضي تقل بمعدل معين يسمى نسبة التراجع السنوي الديقريديشن فاكتور هذا التراجع طبيعي أي شيء في الحياة يتراجع مع تقادم الزمن أثناء عمله وتقل كفاءته لكن معامل هذا التراجع كل ما أقل كل مكان أفضل ومن خلالها نحكم على اللوح أن هذا لوح ممتاز ولا لا ونقارن بين الألواح من خلال هذه الفاكتورات أو المعاملات بالنسبة للوح اللونغي اللي هو ستمة ستين وات معامل التراجع السنوي خلال أول سنة واحد فالمين تنقص يعني قدرتها اللي هي ستمة ستين وات وبعد من ثاني سنة حتى ثلاثين سنة تقول للشركة أن اللوح يتراجع بمعدل صفر فاصل أربعة فالمين كل سنة كمتوسط بالنسبة لللوح الثاني من شركة جينكو سولر يأتي في المرتبة الثاني من حيث الكفاءة كفاءة 23.25 فالمين وقدرتها 650 وات بالنسبة للمساحة أكبر قليلا من مساحة اللوحة السابقة اللونغي وهذا يفسر أنها أقل الكفاءة الطول 1.13 متر والعرض 2.465 متر مساحة أكبر من المساحة للوح لونغي وبالتالي أقل الكفاءة التقنية نفس تقنية التصنيع انتايب بايفيشل ومعامل درجة الحرارة سالب 0.29% لكل درجة حرارة إذن لوح لونغي سولر 0.26% معناته أنه أداء أفضل في درجة الحرارة المرتفعة بينما جينكو سولر 0.29% لكل درجة حرارة زادت درجة الحرارة عن 25 كلما قل انتاج هذا اللوح بمعامل 0.29% لكل درجة حرارة زيادة بالنسبة للباور تولرانس أو القدرة الإضافية من 0 إلى موجب 3 وات وبالنسبة لتراجع الأداء 1% أول سنة و 0.4% خلال من السنة الثانية حتى نهاية العمر الفتراطي 30 سنة اللوح الثالث في المرتفعة الثالثة يأتي كنيديان سولر كفاءة 23.2% قدرة اللوح 720 وات اسم اللوح طبعا اسم معقد شوي مكتوب على الشاشة والمساحة أكبر لأنه قدرة أكبر وطبيعية يكون أكبر في المساحة مساحة اللوح كنيديان سولر 1.303 مضربا في 2.384 متر إذن مساحة كبيرة عملاقة هذا اللوح بالتأكيد لا يصلح المشاريع السكنية الصغيرة لأنها لوح يعتبر وكأنها لوحين في لوح واحد تعامل معها صعب تثبيتها صعب لو تعرض للأضرار ستخسر لوح كامل بدل ما تخسر يعني ستخسر لوح قدرة كبير بدل ما تخسر لوح قدرة أصغر فهذا لوح موجه تحديدا للمشاريع الكبيرة هو العملاقة التقنية نفسها انتايب باي فيشل معامل الأداء بالنسبة للدرجة الحرارة البور تمبرتشرك أوفشنت 0.29% لكل درجة الحرارة أما بالنسبة للتراجع السنوي فالأداء أقل من 1% خلال أول سنة و 0.4% من السنة الثانية حتى السنة الثلاثين طبعا والبور توليرانس موجب 10 وات من 0 حتى 10 وات ممكن تكون عندنا قدرة إضافية بور توليرانس ممتازة جدا وبالتالي آدد فاليو ممتاز للمشاريع الكبيرة بالنسبة للوح كنيديان سولر من حيث الكفاءة قريب من لوح جينكو سولر ولكنها أعلى قدرة ومن حيث التراجع القيم متقاربة ومتشابها فالمرتبة الرابعة يأتي لوح من جي اي سولر جي اي سولر لديهم لوح أيضا بقدرة 660 وات وكفاءتها 22.9% ويأتي في المرتبة الرابعة وبالنسبة لمساحتها 1.134 متر ضرب 2.465 متر بالنسبة للتقنية نفس التقنية التصنيع لكل الألواح وبالنسبة لمعامل الحرارة 0.29% لكل درجة حرارة أفضل لوح عندنا في هذا القيم من حيث درجة الحرارة لونقي طبعا هذا نظريا من حيث عمليا ما عندنا أرقام حقيقة ما عندنا دراسة من الواقع تقول أن هذا أفضل من هذا في مسألة درجة الحرارة لكن جينكو سولر عملت دراسة في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالفرق ما بين الأداء لألواحها من نوع N-Type مع ألواحها من نوع B-Type وكان الأداء الألواح N-Type أفضل معدل 5% من الألواح B-Type طبعا عملت هذه الدراسة في أنحاء متفرقة من العالم وكانت دائما تقنيت ال-N-Type أفضل بكثير من B-Type ولكن بنسبة مختلفة هنا في السعودية كانت النسبة 5% فبالنسبة للمعامل درجة الحرارة هذا والله يستحق الدراسة ويستحق أن واحد يقارن ما بين الألواح طبعا إذا توفرت الإمكانات بالنسبة لـ Power Tolerance لـ G-A Solar من 0 إلى 3 وات وبالنسبة للمعاملة Degradation نفس معاملة Degradation للألواح السابق بالنسبة للوح في المرتبة الخامسة من شركة Trina Solar واسمه Vertex N وهذا اللوح يأتي بقدرة 665 وات نلاحظ أن أكبر لوح من حيث القدرة لوح من كنيدين سولر 720 وات كسر حجز 700 بالنسبة للمساحة لوح Trina Solar 1.264 متر ضرب 2.384 متر وأما بالنسبة للكفاءة يأتي أقل الكفاءة من الألواح السابقة 21.4% فقط وتقنية التصنيع أيضا مختلفة وهذا ما يفسر أنها أقل الكفاءة تقنية التصنيع للوح Trina Solar B-Type من نوع بيرك تقنية بيرك دائما تكون لألواح من نوع B-Type قلنا أن Jekbus Solar عملت دراسة في المملكة وكانت الأداء دائما لألواح N-Type أفضل من ألواح B-Type بالنسبة لمعامل درجة الحرارة مختلف أيضا لTrina Solar وبالتالي سيكون أداءها أضعف من الألواح الأخرى فيما يتعلق بالضروف الجوية التي تشهد درجة حرارة مرتفعة معامل درجة الحرارة اللوح Trina Solar 0.34% لكل درجة حرارة يعتبر أكبر من الألواح الأخرى بنسبة كبيري خصوصا مقارنة مع اللوح Long اللي ذكرنا في بدات هذه القائمة من حيث Bore Tolerance من 0 إلى 5 هوات اللوح Trina Solar ومن حيث التراجع في الأداء 2% خلال أول سنة ومن 0.4 من السنة الثانية حتى نهاية العمر الفتراطي لهذا اللوح إذن هذه القائمة التي لدينا اليوم لاحظنا تفاوت ما بين المواصفات لهذه الألواح فعندما تختار الألواح خصوصا المشاريع الكبيرة يجب أن تدقق في مثل هذا القيم البور تلورنس مهمة معامل درجة الحرارة مهم مساحة اللوح أيضا مهمة التراجع مهم لازم تفحص كل هذا القيم وتتأكد أنك اخترت اللوح المناسب لمشروعك هذا كل شيء فيما يتعلق بأفضل خمسة اللوح شمسية للعام 2024 سنتحدث في فيديوها تلاحق أكثر عن كيف نختار اللوح الشمسية للمشاريع سواء كانت كبيرة أو صغيرة أعطيكم العافية أشكركم على المشاهدة أسعد الله وقاتكم والسلام عليكم